نروح للأخبار المحلية عشان نطلع نستقبل ضيوفنا نجوم أو أبطال ألعاب القوة هنروح لكرة اليد لازم حضراتكم تابعتكم على شاشة قناة النادي الأهل الحلقة اللي فاتت كنا نجيب لحضراتكم فعاليات قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد يمكن كانت قرعة عملت ولكن لم يتحدد شكل البطولة ولا موعد هقول لكم بقى الموعد شكلها ايه أولا البطولة هتتلاعب من 9 إلى 19 يولو اللي جاي حلو طيب هتتلاعب بين هتتلاعب في صالة الدكتور حسن مصطفى أو مجمع الدكتور حسن مصطفى والصالة الدولية مدينة 6 أكتوبر في سلطين تمام كده طيب وهيشارك فيها كم دولة 14 دولة دي التفاصيل بقى جدول المطشاط هتبتد البطولة يوم 11 يوليو وهتستمر 3 أيام 11 12 13 ويوم 14 يوم راح بعدها هتتلاعب منافسات كأس الرئيس دي بتبقى على الفرق دي الجدول طبعا جايبينوا حضراتكم هتتلاعب منافسات كأس الرئيس على الفرق من التاسع للـ 14 أما الفرق التانية بقى من الأول للتامن هتلاعب من 15 لـ 18 يعني هيخدوا راحة من 13 هيخدوا 14 راحة وبعدها كده هلعبوا 15 من 15 لـ 18 يكون كل المراكز من الأول للتامن يكون يتحدد طب البطولة دي أهميتها هي يا جماعة البطولة دي بيتأهل أول خمسة لبطولة العالم القادمة هتتلاعب في بولندا والسويد في أول أو مطلع العام القادم طب إيه المجموعات بتاعتنا في أفريقيا المجموعات المجموعة الأولى هيكون فيها منتخب المغرب ومصر طبعا والمغرب والكاميرون دي المجموعة الأولى 3 فرق بس هنخش على يمكن كمان إحنا عندنا هنا ميزة إحنا مجموعتنا 3 فرق فقط مصر والكاميرون والمغرب هيبقى عندنا يوم راحة كمان يوم راحة كمان وده بتبقى ميزة الدولة المستضيفة بيبقى لها بعض المميزات البسيطة المجموعة الثانية الجزائر الجابون غينيا كينيا المجموعة الثالثة تونس الرأس الأخضر نيجيريا دي برضو 3 فرق في هذه المجموعة المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة أنجولا الكونغو الديمقراطية السنغال زنبيا طيب إحنا قلنا إن فيه خمس فرقة تروح كأس العالم وتوت العالم إحساس حلو جدا وإنت بتلعب حقيقة وإنت عارف إن منتخبك يعني إن شاء الله يعني داخل يعني يعني لو في أسوأ الظروف إحنا بنتكلم في التاني بس إن شاء الله إحنا بطل أفريقيا وبالمناسبة إحنا هنصطدم بتونس في قبل النهائي اللي هي يعني دايما بناصطدم بيها في النهائي فيمكن هيبقى فيه نهائي مبكر هيبقى نهائي المبكر غالبا يوم 17 18 هيبقى النهائي قبل النهائي هيبقى 17 فبيبقى شعور حلو لما تلاقي منتخبك كده في لعبة جماعية إنت بتتكلم بقلب جامد ومش حمك الدنيا ومش ألان بيقول لك خمس فرقة طلعين من طلط العالم أنا إن شاء الله منهم وأنا يعني بتكلم يعني وأنا مرتاح وهي دي ميزة كرة اليد في مصر دايما بيديها الأمان لجمهورها كله إن منتخبها دايما هيكون في المقدمة سواء أفريقيا أو عالميا